بيظل هالترتيب الكبير اللي عم بيصير لبنان هو حلقة ضعيفة بيقرر بلبنان مصير لبنان ومستقبل لبنان فريق من اللبنانيين اختطف القرار الوطني اختزل لبنان بشخصه احتمى فينا كأكياس رمل إذا هذا مش احتلال للقرار الوطني كيف بيكون الاحتلال إسرائيل تتمتع بكل هالدعم الدولي اللي عم نشوفه من كل العالم النبركهية على مصلحة توسع الحرب وطعم الضربة قوية لحزب الله في احتمال ان يكون في مصالح عكين بإسرائيل او بامريكا لتوسيع رقعة هذه الحرب ولكن لحد هلأ هذا الاحتمال يبقى كثير ضعيف ممكن نكون احنا اقرب من اي مرحلة مضيت لحل الدوتين او لا رح يضل بالحل بالامن وبالحديد وبالنار ولا مرة إسرائيل عرفت تستخدم قوتها للتوصل الى حق ولا مرة الحق بدون قوة وصل الفلسطينيين الى دولة رأي العام اليهودي المسيحي اللي موجود بالخارج عم ينظر الى هذه المعركة بعيون بانه اذا انهارت اسرائيل امام الاسلام السياسي بغزة سيشتاح الاسلام كل العواصم الغربية 14 ادار عقلة كان توحيد اللبنانيين ما بعد 14 ادار كان العقل توحيد الطواقف بوجب بعضهم هذا ما بيعمل بلد ترجمة نانسي قنقر